ناقش اجتماع عقد بمكتب التربية بساحل حضر موت استعداد مكتب الوزارة لتنظيم الأولمبياد المدرسي لطلاب الثانوية العامة ضمن خطة النشاطات المدرسية اللاصفية للعام الدراسي الجاري وفي الاجتماع أكد مدير تربية ساحل حضر موت أمين باعباد أن خطة النشاطات اللاصفية لهذا العام ستتضمن بطولة الأولمبياد المدرسي في مواد اللغة العربية الرياضيات اللغة الانجليزية الفيزياء الكيميا الأحياء والتربية البدنية والتي تعد فرصة لاكتشاف ما تزخر به ثانويات المحافظة من مواهب تتلمس طريقها نحو مستقبل المشرق للمحافظة والبلاد وسينفذ الولمبياد المدرسي خلال شهر فبراير من العام القادم